مرحبا بكم عزول فلاوين واشتراكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وان شاء الله تلقيكم الفيديو كامل بخير عزول فلاوين تتحذين مرحبا ستفيديانا تجديدين مرحبا بالمشتركين الجدد انقلكم بابتنا مفتوح للجامعة وبنسبة لوافية القناة انقلكم يا اهلا وسهلا يا اعز الناس قريبة على قلبي جزء دارداركم بنسبة الفيديو تا اليوم راح يكون فيديو اه تابع الفيديو تا فيديو سابق واندرت الخبز التقليدي ان شاء الله يعجبكم تاني كدرت وصفة بهذاك الخبز وصفة تقليدية تانيك اصيلة قابائلية ان شاء الله تعجبكم وكي ما تشوفوا هنا يا هادا الروتين درتو سافي درتو البارح واني ندير فيه المنتج دركة شغل كدرت هاداك الخبز درت شوية لاصياس زاما وخليت الكوزينة وفي موخي زاما كي نود نلقى ديرو الكوزينة مي ما لوغز مو لقيتها كي ما خليتها لقيتها كي ما خليتها قالوا لي انتيا لي وسختها سافي انتيا لي تباري راسك انتيا لي ترجعيها كي ما كانت وكي ما تعفو كي ندير الخبز الفارنة تجي مل هيها وكامل كامل الكوزينة راح توسخ وكيت شغل انتو ما تشوفو هادا الكوزينة زاما كبيرة وسهلة لطنف مي الكون طريق وعراب بل بزاف وحبيت نقول للمتبعات كان بعض المتبعات يقولوا لي ما تديريش الميناج نعرفو نسيقو نعرفو ننطفو نعرفو نرفدو باليا نعرفو نديرو الفلطبار يبين سوا عارف بلت عرفو مي شغل كين بعض البنات في نيانات لا غالب سي بوسبل كيت شوف الفيديو التاهي راح انشجعها ونحفزها ونعجبها كيفاش ندير شغل اه توتو بوسبل اه في هذك الوقت راح تنضو وتدير شغل تاحا وتكملو اه على خاطر شافتني انا ديجا كي نشوف واحدة دير في شغل نحب نحب نشوف امباد تم تم ننظم باش ندير شغل اذا كان سواهي اه تاقي الاروتين اسني اكينا مي خادم معاش باظني نعاش عارضني تاقي الاروتيني او كاملا تامدثني خراحة خمارك اذا ما تصعك اشي طوح الكلار دفع دمازلتكو زنتني ثارويو يوك فقسي الثاروي اشو عمش كيني تجعميق مكفوعو كوش باظني ايه تقيم ابرا ياتا سواهي اذا كان سواهي اقلاتي ميلك اقلاتي ميلك او كتقاله بياتور يكن تتحين الوصفة الوصفة راح نوالي لكم وصفة لاروسات ثمدي ثقيني سوش بضني ان شاء الله هكم في الداجة. هنا يا اخيتي كما تشوفوا راني نكمل ننظف كامل الكوزينة وبها سيختيس منها يتعاون فيها والحاجة اللي اولا اللي درتها نظفت هاداك البوتاجي باش كي تغسل الموعن يسهلها طريقة راح تحط بركة لموعن فوق الطرشون هاداك وتجي ويجي هاداك الموعن سهلين نحب نعاونها هكا ونويلها كيفاش تبدأ لموعن تحها لازم لازم تنظف كامل البوتاجي وتحط هاداك الترشون ومبعد كي تكملت شلل الموعن تحطهم بركة هنيا ويشوفهم ومبعد تصقمهم في السلة هديك. هدي هي الطريقة اللي نحتمد عليها انايا وبيسوا حفظتها عند خيتي وانا جبتها عندهم ولقيتها سهلة ومهلة. اهنا يا خيتي كما تشوفو راني اه نخص الفلفر هاداك النطفو باش غدوة صبح نلقاه بخبخ وانطيب فيه اه الازو وبي شغل تحسي راحة نفسية. وبيسر غدوة راح غدوة كي تنوضي راح تلقهم ووسخ ما على باليش شكون يوسخوه. وزيغاركو وثيسة مسانة المهم ادعوه اصطرارات لانيTI تحيطي. يا سمين سيات then you ask me what. كيف يستمدد ما كي تحتمد ما اكي تحتمد. كي تحتمد كي تحتمد فاناكي تحتمد يا سمين لا ما اخذر كي تحتمد انا قد كي تحتمد. اه ه 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 هo سمين سيابك وثيسة سبناتك يتساعد الحواز. في الرجل يتحاميه خاطر تقوزن في بيوجه سيحوز يتحامل الحواز لم تكن يكن تفكره الحواز استغراضه بحواز و بعد انكلمتها تستخدمها تستخدم كبها لنعرف ما اشتغل و بعد ان انتغلت نوع لا تستخدم حواز سيحوز في الواقع من المثال ندفكوها أخرى حملا تستخدمها تستخدمها تنفيسها لكي تنفيسها سهل. عندما يكون لكي تريد عملة المحافظة. وكي تنفيسها. يجب أن تنفيسها. وإن تحتاجك قوة قوة قانونة. وكي تحفظها. تحتاجك إلى 30 ملاغ. تنفيسها. تنفيسها. المهم هنا. سنبدأ في الوصفة. هناك 4 حبات تكون متوسطة. تستخدمها 6 أو 5. اه كما تحب انتوما وعندنا اه هذاك الخبز الشاريذي اذا وانت وعدنا الزيت الزيتون الحاجة اللي لدرتها حاطت هذه المقلة على ناره متوسطة ومبعدها تفرقت عليها الماء وكي تشوفوه بداية تغلى كما تشوفوه راح نزيد شوية ملح على حساب الذوق اه على خطة ديجا الخبز هادك عنده ملح سفي تديروا برك شوية اه شوية برك على حساب الذوق كما قلت لكم ونزيد شوية تاني اه الفلفل اللي كحل ونزيد شوية برك على الفلفل اللي اكري شوية برك وراح نزيد تاني كاببري اربعة مغارف كبار على زيت الزيتون وكيتشوفوه بداية يتغلى هادا كما بدى يتغلى هادا كما بدى يتغلى ستشوفو الطريقة كيفاش نكملها سولى مستح لاذا اه لايزي انارا يفضلتني امن اه اه اني اغاش شطوه المش شطوه في الفلفل اضع الفرس أردت من 4 طنجات ثم نزيد زمور ثم رائعة لديها أكثر هنا يا أخيتي ان ترى هذا المبدأ راح نزيد ربعة البيضة اللي قلتلكم عليها و راح تجعلها برقي يولي وشوية بيوضة راح يطيبوا شوية ومبعد تبدي تخلطي فيهم لو كازا ما تخلطيهم دورك راح يتفتتوا ويولي وشوال كما سميد شوال يتقطعوا بزاف راح تشوفوا كيفاش نديرها المهمة هنا كي تشوفوا البيض هذا كي بدي يطيب راح تقسموه تبدو تقسموه وتخلطوه لا يتقطعوا حسينها كيف يطيب حسينها ويطيب حسينها ثم قيمتا تحترقوا بزاف راح تقسموه ترجمة حسينها ويطيب لغاية أخرى من الواضح التي يتقطعوا بزاف راح يتقطع الحسين يمكننا أن نعرف الناس في المصر عندما لم أتطلب المصر فأنا أتفضل أحضر ومن ثم أجل أسناعي سأضع الخبز ثم نجعلهم يطب بانسور راح نخلطو ونسي ندخلو في المالقة السياس شمعوك والمرقاني بيان بيان اه بات جايك نشطو حذي سووكو اللي بيان اه فرنوني بانسور سخسي غالي غالي سو بيانسور يسوك شو طح اه بات تكسوط تشوط بسحتكم بانسور اه اه بيانسور اسخدامها مزح بيانسور لان تقفك الله ونرمز ركاق اي اه ايه هاايا غالي قطر ايه و ايه بوجدي جدي نظب بيانسور و ايه بيانسور مو هدون يضعوكو اللي بيانسور اه للمكرة يكاته حدمات اثم انفريث تناديسعون خدمات دون تناديسعون خدماتضاة وانت اه يمكن ان تطلبتو- اسحاب والنسبة لي من الأشعر إذا اخترار روح اختار الناس لا تحبه لكنني لهم عندي كالأمراض الماتقية فهو لا تحبه هم يمكن ان يشبه من سهور المرقة ويقوم الماني، أو حلقة قاتل وفي تحبها بطريقة المزيدة المكلاة هي المكلاة للمرأة لولدت سورة المرأة لغلدت ثانيك تلمو بكيري الخبز هذا ما يفسج تلمو ما عندهم شزا ما المكلة المكلة بزاف وهذا الخبز تانيك ما يفسج كيفاش يديرو يديرو كونت التكبيره تا هاد الخبز ومبعد يجمعوه يجمعوها على جهة وكيدخل عندهم ضيف كيفاش يديرو يديرو هاد المرأة تلمو سهلة بزاف وتكمليها بالخف شغل سهلة للتحذير يديرو هاد المرأة ومبعد يزيدو هاد الخبز المهم هنا يا خياتي كما تشوفو راني فرغتو على هاد التبسي وراني درت البيض باش يسلي كا يسمي يغلي يسلي المهم راح نحتاجو الى بيض مسلوق هنا راح ندير اربع بيضات مسلوقة راني راني ينقشر فيهم هنا يوم بعد نقطعهم على هادي على هاد البلا راح تشوفو في الاخير كيفاش يخرج البلا هادي ان شاء الله يعجبكم ودربوه على خاطر بنينبل بزاف ورح تفكروا بالزمان القديم المهم انا نحب حاجة قديمة نحب نحب نأكل حاجة خلاوها جدادنا نحب حاجة قديمة مثل طبق تقليدي اصيل قبائلي جزائري تانيك بنينبل بزاف جربوه ما راح تندموه على خاطر طبق بنين ولا اروع ايما لا راح نخليكم مع الفيديو الى فيديو اخر ان شاء الله ما تنسونيش باللايك وابوني ولي كومنتر تواحكم ليش جعوني ايه ياتي حذي تجاهكم هنا ذي تلويث على فيديونا ان شاء الله هيتسوني امتلاح امام تهي لايك ابوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع السلامة